مرحباً في قناتنا اشتركوا الآن لمتابعة أحدث الفيديوهات واضغطوا على الأيك إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا التفاعل معنا في التعليقات في بلدة صغيرة وهادئة تدعى سبرينبود ينام الأطفال بسلام ليلة غير مدركين للرعب الذي يختبئ في أعماق أحلامهم كانت البلدة تبدو عادية لكن هناك سراً مظلماً دفيناً يتعلق بقاتل أطفال سابق يدعى فريدي كروغر في السبعينيات كان فريدي كروغر عامل صيانة في إحدى المدارس المحلية على الرغم من مظهره العادي إلا أنه كان يخفي خلف وجهه البشوش قلباً مريضاً وروحاً مملؤة بالشر بدأ في استدراج الأطفال إلى غرفة المرجل القديمة في المدرسة حيث كان يعذبهم ويقتلهم بوحشية بعد اختفاء عدة أطفال بدأت الشكوك تحوم حوله تمكنت الشرطة في النهاية من القبض على فريدي كروغر ولكن بفضل خطأ فني في الإجراءات القانونية تم الإفراج عنه لم تستطع عائلات الضحايا تحمل هذا الظلم فاجتمعوا معاً وقرروا أخذ القانون بأيديهم في ليلة مظلمة تتبع فريدي إلى مخبئه وأحرقوه حتى الموت لكن قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أقصن فريدي بالانتقام بعد سنوات من الحادثة بدأت كوابيس مرعبة تهاجم المراهقين في البلدة كان الكابوس مشتركاً رجل مشوه الوجه يرتدي قبعة وقفازاً معدنياً بشفرات حدة كان يطاردهم في أحلامهم ويحاول قتلهم استيقظ العديد منهم مرعوبين ليكتشفوا جروحاً حقيقية على أجسادهم أدركت نانسي إحدى المراهقات أن فريدي كروغر قد عاد لكن هذه المرة كياناً خارقاً للطبيعة يعيش في الأحلام اجتمع المراهقون معاً لمحاولة فهم ما يحدث اكتشفوا أن فريدي يستمد قوته من خوفهم وأن السبيل الوحيد لهزيمته هو مواجهة مخاوفهم في عالم الأحلام بدأت نانسي القائدة الشجاعة للمجموعة في تدريد أصدقائها على التحكم في أحلامهم ومحاربة فريدي كانوا يعلمون أن المواجهة الأخيرة ستكون في عالم الأحلام حيث يمتلك فريدي كل القوة في ليلة المواجهة دخلت نانسي وأصدقاؤها في نوم عميق مستعدين لمواجهة فريدي كانت المعركة شرسة وملئة بالرعب لكن بفضل شجاعتهم وإيمانهم بأنفسهم تمكنوا من إضعاف فريدي في النهاية استطاعت نانسي أن تدرك أن فريدي يستمد قوته من الاعتراف بوجوده باستخدام قوتها الداخلية رفضت نانسي الاعتراف بوجوده مما جعله يختفي ببطء عاد المراهقون إلى حياتهم الطبيعية لكنهم لم ينسوا أبدا الرعب الذي عاشوه أصبحت البلدة أكثر حذراً وتعلم الأطفال أن لا يخفوا من أحلامهم ومع ذلك ظل فريدي كروغير في زاوية مظلمة من عقولهم كذكر للتحذير من أن الشر قد يعود في أي لحظة إذا سمحوا له بالسيطرة على خوفهم في سبرينبود تعلم الناس أن القوة الحقيقية تكمن في الشجاعة والتضامن وأن مواجهة المخاوف هي السديل الوحيد لهزيمة الشر ومع مرور الوقت اندملت جراحهم لكن القصة الحقيقية لفريدي كروغير ظلت تروى كتحذير للأجيال القادمة لا تدعو الخوف يسيطر عليكم فالشر يستمد قوته من ضعفكم شكراً لمشاهدتكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الإعجاب إشارة الموافقة برفع الإدهام لأعلى والاشتراك جرس لمزيد من المحتوى شاركونا آراءكم في التعليقات ونحن نحب أن نسمع منكم إلى اللقاء في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر